السلام عليكم يا اصحابي اهلا بكم حلقة جديدة والحلقة الاولى من نوعها حلقة الاولى من الاسئلة والاجوبة مع المتابعين ودي حلقة انا حاولت او بدأت ان انا اجربها علشان طبعا خلال الفترة اللي فاتت البودكاست مش بيديني المساحة الكبيرة ان انا ابقى بتكلم بشكل مفصل عن مثلا اراء معينة ليا او ان انا اقدم محتوى ليا او في الاخر البودكاست طبعا بيبقى استضافة معينة فلان فيه ناس كتيرة برضو ممكن تكون ما تعرفنيش الا من خلال الشانل الاول مرة بيشوفوني الاول مرة من خلال البودكاست ممكن يكون فيه ناس تانية عارفيني من خلال القناوات اللي اشتغلت فيها في التلفزيون او من خلال شغلك او لعبين او كده ولكن فيه ناس اكيد فورشور اول مرة بيشوفوني من خلال البودكاست وبالتالي قلت حلقة زي كده ممكن نعملها بحيث لو حد عنده تساؤل معين عايز يعرف حاجة اكتر عني عايز يعرف وجهة نظر معينة من ناحيتي يبقى في مساحة ان احنا نتواصل مع بعض من خلال حلقة هنشوف نعملها كلها نعملها مثلا مرة في الشهر مرتين في الشهر والله ده موضوع هيرجع لكم في الاول والاخر لكن طبعا مهمة اوي ان انا اول مرة اطلب حاجة زي كده لان طبعا الحلقة دي مش بودكاست وما فيهاش ضيف والاول مرة بعملها فمهم جدا جدا ان انت تعمل لايك ده شيء مهم جدا علشان التشانل تبدأ انها تتعامل مع الحلقة دي انها حلقة مهمة فخلينا نحاول نحاول نوصل الحلقة دي الف لايك بالنسبة لي بقى زي الفول كبداية ويبقى كده تمام جدا وبعد كده نشوف نقدر ان احنا نعملها كل قد اي الخلال اليومين اللي فاتوا استقبلت اسئلتكم من خلال الكميونيتي على اليوتيوب ومن خلال الفيسبوك بيج وهحاول ان انا يعني اكيد مش هارف ردها لكل اسئلة ولكن حاولت ان انا جمع اسئلة متنوعة عن مواضيع كتيرة مختلفة وانها تكون مغطية اهتمامات ناس كتير يعني وهنحاول كده ناخد مجموعة من الاسئلة اول سؤال هارد عليه كان من وده كان من خلال الكميونيتي على اليوتيوب وكان بيسألني بيقولي ايه لا خلاك تبدأ البودكاست وهل لك اهداف طويلة المادة للقناة ولا بودكاست الحالي هيكون هو المحتوى الوحيد وبالتوفيق اوكي حبيبي طبعا اولا الجزء التاني لا البودكاست مش هيكون المحتوى الوحيد للشانل بس لسه محددتش بالزبط طبيعية المحتوى التاني انا كده كده عايز اعمل حاجة تانية مع البودكاست بس انا عشان انا ببقى ملتزم جدا يعني دايما حتى مع نفسي يعني لما اخد قرار بيني وبالنفسي حتى لو ما فيش رقيبة علي والقرار بتاعي الوحدي ببقى برضه طالما التزمت هلتزم فانا دلوقتي البودكاست هو يعتبر منتزمين بشكل اسبوعي عايز لما اعمل حاجة تانية برضه بقى منتزم فيها ومثبتها بشكل كواس فلسه عندي شوية افكار معينة كده ان شاء الله بحاول اوصل لشكل معين يبقى فيه كونتنت تاني جنب البودكاست بحس يبقى عندي حاجتين بنزلهم بشكل اسبوعي يعني ليه عملت البودكاست لاني حستي انه ممكن بعد السنين الكتيرة في شغل في الكرة علاقات الواحد والنتورك بتاعته وصحابي في المجال وعندي مساح ان انا نعمل معهم يعني انترفيوز مختلفة يعني انا بتفرج على البودكاست اللي موجودة برا وبشوف قد الناس بتبقى مرتاحة جدا تبقى كونفرطبول جدا ويا بتتكلم واتتكلم دايما في حاجات صعبة تشوفها في التلفزيون انا شخصيا بحب جدا كل مقدمة برامجة التلفزيون بس بحس ان الانترفيوز اللي بتطلع على التلفزيون كلها بيبقى الروتين طاغي عليها والتلفزيون ليه هبة معينة كده فدايما يضيفي بقى يتحس ان هو متكتف يعني انما هنا في البودكاست الحوار بيبقى يعني ابسط من البساطة وحوار اصدقاء قوي يعني في بعض فبيبقى احلى يعني وده اللي انا قلت بصراحة بيحاول ان انا وصل له ان انا وصل لثيم معين لاجواء معينة ووفرها في الانترفيو تخلي القعدة كده البساطة احمدي زي ما بيقوله ويطلع الكلام من القلب واعتقد بالنسبة مش وحشة لموضوع ده حاصل يعني امير السيد بيقول لي على برضو على كوميونيتي اليوتيوب يقول لي مين اكتر شخص نفسك تستضيفه وايه اكتر حلقة ابسطت بيها واكتر حلقة دايقتك والحلقة اللي كنت عاملها ورجعت في قرارك طيب مفيش حلقة كنت عاملها ورجعت في قراري اكتر شخص نفسي استضيفه ممكن يبقى شريف اكرامي يعني دلوقتي ممكن ده انا بحبه جدا بحب كلامه يعني بغض النظر بقى عن اي حاجة والنادي اللي هو بلعب فيه انا بالنسبة لي شريف اكرامي اتمنى اه الحلقة اللي اتبسطت بيها دي دي صعبة يعني يعني حلقات كتير بصراحة فعلا ممكن حلقة شريف حازم هي من حلقات اللي ادت للبودكاست اكسبوجر رهيب وانتصرت جدا جدا فانا ممكن اكون هي حلقة من الحلقات اللي نقلت البودكاست نقلة تاني مش هولك استمتعت بيها لان حلقات كتير اوي استمتعت بيها بجد يعني معظم الحلقات كانت ممتعة جدا بالنسبة لي الحلقة اللي دايقتني طيب خليني بقى اتكلم بشكل مفصل شوية في حلقة الفيدباك بتاعها دايقني لان حصيت ان الحكم عليها جي سطحي شوية وهي حلقة واتمنى تسمعني للاخر يعني ده بما ان احنا بروقتي في حوار دردشة يعني كده مع بعض صحاب يعني هي حلقة شبيه مبابي اللي احنا عملناها جبنا شبيه مبابي وشبيه أليسون وعملنا معهم انتروفيو عن جزئية ان قد ايه الشخصيات دي انفجرت عالسوشيال ميديا وفجأة شبيه مبابي ده حضر نهاية كاس العالم وهم ناس بسيطة جدا وناس لذيذة وانا كان هدفي من الحلقة دي يمكن الناس قالتلي انت يعني فيه ناس كتير قوي قوي قالتلي منهم ناس مثقفة بمناسبة يعني مش ناس مثلا كلها دماغها يعني وحشة ناس محترمة جدا وناس لها وزنها كمان وقالوا لي انت الحلقة دي قلشت منك وكان المفروض ان انت مستوى يعني حلقة يعني عايزين يقولولي حلقة تفع وهي القصة كلها كانت بالنسبة لي والله العظيم وربنا يعلم يعني وعلى فكرة اللي شاف الحلقة على اليوتيوب كاملة عمرو ما قال لي رأيي سلبي لانه هو وصله اللي انا هقوله دلوقتي ده ان انا كان نفسي وصل من الحلقة دي ان انت ممكن تكون احيانا ربنا بيغيرلك حياتك بدون ما انت تتدخل فيه سيناريوات الهية احنا بنفضل نقلق على رزقنا وبنفضل نفكر كتير وممكن تلاقي ربنا عنده ليك بلان تانية خالص فالراجل شابين بابي ده علاء دوت راجل قال لك انا كنت شغال على العربية وبحاول وبسعى والامور كانت صعبة وحصل لي ظرف وطريتها بيها العربية اللي شغال عليها وفجأة بعد اقل من شهر كان بيحضر نهاية كاس العالم في قطر فطبعا شوف انت ربنا احيانا انت بتسعى في اتجاه وربنا بيرزقك من اتجاه تاني اه ما بقولكش ان انا عايز الناس كلها تبقى تشتغل شبيه لعيب كورا يعني اكيد لا بس انا بقولك ان دي ناسة هي ربنا رزقها من حالة كلها تحتسب وبقولك ان في سيناريوهات الهية احيان تبقى مختلفة وبقولك ان الناس دي شخصيات غلبانة جدا وطبيعية جدا ده كان هدفي من الحلقة دي بعض الناس فهمت ان انا بدور على الريتش وباخد الريتش بتاعهم لكن هي ما كانتش ده الهدف خالص والله ربنا يعلم يعني نيتي كانت ايه يعني ادهم بيسألني ادهم 6 5 2 7 بيسألني ايه اكتر بودكاست كنت مستمتع به وانت بتعمله مين اكتر ضيف كنت خايف منه اقول ما تستضيفه ممكن الضيف اللي كنت مستمتع به طبعا برضو مش عايز اقول ناس كتير وكده بس انا حلقة محمد اليماني بالذات انا كان نفسي فيها محمد اليماني وانا قلت كده في الحلقة او ما كنتش بنفقه يعني من نجوم الطفولة بالنسبة لي يعني انا كنت بتفرج عليه وانا صغير وكسا عامل الشباب كنت بموت فيه بجد يعني فطبعا ان انا كبرت وبقين اصحاب وبقى يجيلي البيت يعني احنا بتصور في البيت فطبعا حاجة بسطيتني جدا انا كنت مستمتع او بيحكيلي القصص برغب ان خاصته كان يعني كنت اتمنى انها تبقى نهايتها احلى من كده بس دي كانت ممتعة بالنسبة لي لكن الضيف كنت خايف منه ما كنتش خايف بس انا كنت عارف ان شريف حازم دماغه يعني مختلفة ان هو هيتكلم بجرأة جدا فما كنتش عارف هو هيعمل ايه او هيقول ايه هو فعلا قال حاجات مجنونة يعني بس ما كنتش خايف منها ولا حاجة بالعاكس كنت مستمتها لان انا كنت عايز انا حابب ان احنا في البودكاست هنا يبقى الكلام يعني يبقى الكلام من القلب وده اللي حصل فعلا علي عبدالعظيم بيسألني هل ناوي تجيب ناس برا الكورة السؤال ده غالي من كزا حد بس انا هجابه مرة واحدة طبعا اه ناوي ان انا جيب ناس من برا الكورة ناوي ان انا جيب ناس في مجالات مختلفة في مجالات الحاجات الجيم وكده والحاجات النيوتريشن والحاجات يعني ناوي عندي مجالات تانية نفس اجيب حد من الابطال الاسكواش بس هما الوصول لهم صعب شوية نفسي يعني اجيب ناس فعلا برا الكورة بس لسه ممكن اكون بالذات والشانل وايز غيره كمان مش هكذب عليكم يعني بحاول ان انا اجيب ناس يكونوا وشها معروف اكتر للناس علشان الحلقات تتشاف بشكل كويس ولما الشانل تبقى اقوى من كده هبدأ ان انا قلبي يبقى جامد واجيب ناس ممكن يكونوا وشها مش معروف بس عندها حاجة تقولها ودي حاجة انا نفسي جدا جدا ان انا اعملها انا يعني مش متابع نظام ان انا اجيب حد مشهور بس نهائي نهائي بس ممكن يكون كل الحاجة ليها وقتها يعني طيب كودك 1806 بيسألني هل الناس اللي بتجيبها بتاخد فلوس او بتطلب فلوس ده سؤال حلو عشان بتسئله كتير لا ولا ضيف من اللي جيه ولا طلب فلوس ولا اخد فلوس ولا حصل اصلا كلام من ده ما بيحصلش معين حد بصراحة بيطلب ممكن مرة واحدة حصلت معايا مع نجم كده يعني معين بس ما جايش طبعا ما جبتوش يعني بس لا الناس اللي جيت عشان كده الناس دي ببقى ممتن لها جدا وبقول دايما في اول الحلقة بقوله انا مبسوط جدا ان انت جيت ده مش دباجة دي تبقى حقيقي لان الشخص ده جالي بدون مقابل لغاية المكان اللي انا فيه عشان نصور فطبعا بتبقى حاجة حلوة قوي قوي وبقى مبسوط بها جدا وبتحسسني ان انا الشغل اللي اشتغلته في الكرة يعني بيجي على الاقل يعني عمل حاجة وعملت النفسي حاجة قوي ساعة احمد شادي واحد اتنين اتنين خمسة بيسألني بيقولي انا متابع جديد لك يا ريت تعرفنا بنفسك وازاي قدرت اتجيب كل لعبة واليوتيوبرز دول طيب انا هقولك سريع جدا كده ان انا طبعا عشان اشتغلت في منتخب مصر كمنصق اعلامي لمدة سنتين من 2011 ل 2013 واشتغلت كواكيل لعبين بتاع ست سبع سنين واشتغلت مزيع في انو سبورت فترات والحياة وشوات قنوات تانية فبذات فترة المنتخب طبعا كونتلي صدقات مع لعيب تلكورة كتير جدا جدا وبعدين برضو في مرحلة انت بتوصل لحتة كده ان انت لعيب تلكورة وعن في منهم ناس صحابك واللي مش صاحبك فيهم يعرفك برضو يعني حتى لو ما تكلمتوش قبل كده فهو يعرفك يعني انت تعرفه هو يعرفك بس اه مش صحاب بس لما بتجي تقصده في حاجة يعني لو هو شخص لذيذ بيوافق يعني فالناس اللي جاتلي جزء منهم صحابي صحابي فعلا لازم يجو يعني اصبع النوم وفيه ناس تانين مش صحابي اوي جولي كمجاملة ودي حاجة طبعا على راسي وفيه ناس ماخدش عرفها خالص خالص الحقيقة يعني وعلى راسي يعني ابرزهم مثلا دكتور ممضوح نصر الله ويحيا عزام اليوتيوبرز طبعا معروفين وهم بمناسبة كان او مرة قبلهم يعني يعني يحيا كان تاني مرة دكتور ممضوح كان او مرة فالناس دي جاتلي لمجرد ان هما حبوا ان هما يساعدوني مثلا نقدر نقول طبعا فعشان كده انا مبسوط جدا جدا وبشكرهم تاني وتالت وكل الناس اللي جاتلي جات بدون مقابل وجات عشاني انا فطبعا بشكرهم جدا جدا طيب السؤال ده من حد اسمه الشولو 3489 من اليوتيوب كوميونيتي وبيقولي اول حاجة انا شفت حلقتك مع شادي البودكاست اللي ظهرت فيه مع صديقي شادي حبشي وكان جميل جدا بمناسبة اللي ما شفوش ممكن يتفرق عليه قال لي وحبتك بالرغم انه قبل كده كان بيزهر لي بودكاست بتاعك وما كنتش بحبه قوي بس مكنتش حلقات شديني بس بعد حلقة شادي تفرقت على حلقتك معاني هتحطه يعني انه هو بعد كده بقى يتفرق بيقولي سؤال بقى هل بتفكر ترجع لوكالة اللاعبين وترجع للمجال ده بشكل اقوى او بطريقة تانية زي مثلا انك تأسس شركة تسويق وتسويق لعيبة مصرية شباب لاوروبا او من اكاديمية حضرتك طيب بص هو انا يعني في الوقت اللي انا بكلمك فيه ده انا ما عنديش اي نية ان انا رجع لوكالة اللاعبين بالذات مع مصريين خالص لعيبة مصريين ما اعتقدش عندي يعني انذا بكو في ماي مايند كده يعني في خيالي كده بدون اي خطة قريبة المدى يعني خطة انا او افكار ان انا رجع لوكالة اللاعبين مع لعيبة من جنسيات تانية يعني بالذات مثلا نيجيريا او كده انا تعاملت معهم اكتر وعندي حادي ممكن في يوم الايام اعمل حاجة مع لعيبة نيجيريين مثلا مع اوروبا او بتاع مش دلوقتي خالص لكن اعتقد ان انا هتعامل مع لعيبة مصريين تاني وكده اظن الموضوع ده يبقى صعبين محمد سعيد سعبع من اليوتيوب شانل كميونيتي بيقول لي تفتكر في امل ننظم دوري بمواعيد محددة ونخلص فعلا في المعد وفي امل اننا نكون عندنا قاعدة محترفين برا ولعيبة مهارية مش مغرد شوية موظفين طيب مبدئين ان احنا نعمل دوري بمواعيد منظمة انا مظهر ان ده يحصل في المدى القريب خالص طول ما الاندية هاي المتحكمة مش الاتحاد الكورة يعني طول ما في الاخر اتحاد الكورة بتضغط عليه ومش بتكلم على اهلي والزمالك خالص يعني مش بتكلم على نادي معاين ابدا يعني موضوع عمرك ما اتفكر ان انا بحوله اهلي وزمالك بس طول ما في الاخر اتحاد الكورة مش مالك قراره يعني مثلا بياخد قرار معين فالاندية تعترض فيرجع فيه يقولك مش عارف دوري بمحترفين فهيتعمل ولا لأ فالاندية تضغط عليه فيخترارك قانون مثلا ان الناس تسعد من الدرجة التالتة للممتاز حاجات دي بتبين لك ان هو في الاخر بيحاول يراضي الاندية فطول ما هو بيحاول يراضي الاندية مش هيعرف لان مثلا دوري بتاعنا ده علشان ينتظم محتاج اقل حاجة واول حاجة ان هو عدد الاندية فيه اصلا يقل يبقى مثلا 16 نادي فانت تخيل لو جد تقول ان الدوري هيبقى 16 نادي الاندية هتعمل ايه هتعترض وكده لان هتخاف انها تهبط من انت 16 نادي دي لما تقلل من 18 ل 16 معناها هتعمل موسم فيه خمس فرق هتهبط فالاندية كلها هتعترض فاتحاد الكورة هتعمل ايه هيكمل 18 فهيكمل 18 فالدوري صعب فبيقول مثلا نعمل دوري مجموعتين سنة عشان نزبطوا الدنيا فالاندية هتعترض فيقول لك طب خلاص مجموعة واحدة فيفضل ما الدوري طويل كده مين اللي سايق الاندية ولا الاتحاد الاندية فبالتالي لما يبقى فيه اتحاد قوي بياخد قراراتهم ويبصش وراه ولا يشوف حد يراجعه ممكن وده انا مش شايف انه ممكن يحصل قريب عبدالرهاب ممضوح من اليوتيوب شعن الكميونيتي برضو بيسألني ليه الناس ما بيعيش تحب بتفرق عن منتخب زي الاول وهي عموما بص خلينا نقسم الموضوع لك هزا حاجة مبدعين شغف الناس للكورة بشكل عام ما بقاش زي الاول لان الكورة عندنا مرت بمراحل كتيرة صعبة يعني فترة طبعا القصة البرسعيد والفترة اللي بدون جمهور فترة طويلة جدا جدا بدون جمهور فخلت الناس اصلا بطلت تروح الالستاد خالص حتى اللي كان بيحب يروح الالستاد يتعود انهم ما بقاش يروح فحتى لو قدامه دلوقتي انهم ما يروح هو خلاص الحتة دي فقدها ومش هترجع له تاني بسهولة ابدا الدورة عندنا بشكل عام انا عارف انت بتسألني عن المنتخب بس باتكلم برضو بشكل عام الدورة عندنا بقى الاندية الجمهورية فيه خمس ستة اندية وعندك اتنشر مثلا نادي ملوش جمهور فانت بتسحى الصبح بتلاقي نادي شركة مقاولات بتلاقي شركة بترول وشركة دخان بتلاقي شركة مثلا سيراميك فانت بتلاقي متشاط مستحيل يبقى فيها جمهور اصلا يعني مستحيل حد يبقى مهتم يتفرق فطبعا القصة دي خدت برضو من شغف الناس وطبعا الفترة الكورونا والتوقفات ومنتخب بقى نفسه في حد ذاته شوية مواقف كده حصلت خالة الناس يعني ما بقيتش حسن ده المجيل بتاع زمان او ان ده زي الجيل بتاع بقى ابو تريك او الجمعة وكابتن حسن الشحاتة قصة اختلفت فما بقيتش زي الاول يعني بس طبعا ممكن امور دي ترجع تدريجي ممكن مع بطولة قرية ناخدها مثلا زكاس الامم تلاقي الناس يهتمت تاني كل شيء وارد يعني بس انا ده رأيي فيما يخص الفترة اللي احنا فيها دي طيب من الفيسبوك بقى مازن مجدي وطبعا ده صديق ليا وراجل مدرب في الاكاديمية بتاعتي اتصرف طبعا بي بيسألني بيقول لي امتى المدربين في مصر هتسعى انها تتعلم علميا ونفسيا هي مبدئيا ان المدربين في مصر هيسعوا ان هما يتعلموا ومجبرين ان هما يتعلموا الا مش هيشتغلوا دي حاجة اللي هتكبرهم ان هما يتعلموا دي رقم واحد رقم واحد رقم اتنين لما يبدأ ان هو يعني الاول مجبرين يعني باللوايح ان هما منفعش يدرب اصلا حاجة تانية لما يبدأ ان هوا الناس الاصحاب القرار اللي هما مدرين القطاعات ورؤساء الأندية ورؤساء الأكاديميات إن هم يبدأوا برضو إن هم ما يعينوش حد إلا يكون مؤهل فبالتالي هتجبر المدرب أنه يكون مؤهل لكن طبعا إحنا أصلا منظومة عندنا كلها ناس مش مؤهلة من أول الناس نفسها اللي مسك على الحاجات رؤساء القطاعات ومسؤولين الأندية ثلاث تربعهم أصلا ما يعرفش حاجة في البطيخ أصلا في الأخير يمشي بالحب يعني فهو أصلا موجود بالحب فمش فرق معا مين اللي موجود يعني أو تقييمه للمدرب هو ممكن يكون متخيل إن هو جايب مدربين كويسين بس هو أصلا ما يعرفش يقيمهم أصلا هو مش مؤهل إن هو يقيمهم فحل طبعا النقطة دي إن حاجتين أولا لازم يبقى إلزامي على المدربين إن هم يتعلموا ده لازم لوائحيا ما منفعش يمارس الشغلانة إلا كده والحاجة الثانية إن التحاد القرى يوفر لهم إن هم بقى يتعلموا يعني يجي يعمل لهم الدورات بأسعار رمزية أو ببلاش لكن إحنا عندنا عادنا مدة طويلة جدا ما فيش أصلا دورات تدريبية للمدربين ولما توفرت توفرت بأرقام كبيرة جدا على المدرب ما يقدرش نوعية تحملها أصلا مادية وبالتالي بقت يعني في ناس للأسف كانوا مستنيينها بقى لهم سنين كتير ولما توفرت ما قدروش إن هم ياخدوها لأنها أغلى من إمكانياتهم فحاجة حزينة جدا بصراحة محمد سؤاد بيسألني من الفيسبوك مين أول لعب اشتغلت معاه وأغرب حاجة حصلت معاك في صفقة سواء من إدارة نادي أو لعب خلينا نقول أول لعب اشتغلت معاه هو صالح جمعة هو أول صفقة في حياتي هو صالح جمعة كان انتقاله من نادي أمبل ناسونال ماديرة في 2014 على ما أتذكر في يناير يعني في الانتقالات أغرب حاجة حصلت معايا في صفقة والله أنا كنت أقول لك أن ما فيش بس افتقارت دلوقتي حالا أكيد صفقة شيكبالة أكيد صفقة شيكبالة لنادي سبورتينج الصفقة دي يعني أنا حكيتها في البودكاست الأخير مع شادي حبشي كانت تتعملت يعني كانت كوالسها رهيبة تمت في آخر ثواني في الترانسفير ويندو وكانت يعني كل حاجات كل حاجة بتقول إنها تفشل والصفقة تمت في آخر سبع ثواني في الانتقالات فبدون شك دي كانت أغرب حاجة في العالم يعني مش بس معايا صديقي الجميل محمود القاضي بيسألني بيقول ليه الأهل مش عارف تجيب فرود أجنبي أنا برضو مستغرب وعندي نفس السؤال وبحس إن الناس مصعبا يعني بحس إن أحيانا أنت مش لازم توعيد اختراع العجلة زي ما بيقوله يعني إيه؟ يعني أنت مثلا لما تيجي تعوز عايز عجلة محتاج عجلة مثلا ما ينفعش تروح تختريها عنت من الأول ممكن تشتريها فيه واحد اختراعها خلاص يعني ومشيت يعني فالنادي الأهلي تحديدا أنا بحس إن هو عنده موديل ممكن يمشي عليه في موضوع المهاجمين الأيانب ده ونجح معاه يعني الأهلي جاب أزارو وجاب إيفونا بنفس الطريقة يعني بنفس الشكل جابهم من الدوري المغربي وبشكل عام علي معلوله وقابه من تونس ويعني أنت عندك تجربة كويسة مع الناس اللي بتنجح في الدوري مثلا المغربي هدى في الدوري المغربي مثلا أنت أجيبته مثلا إيفونا أجيبته أزارو قسروا الدنيا معاك فمعرفش ليه يعني ما بتبدأش أنت ببص في نفس البروفايلز تاني لما بتيجي مثلا تجيب لعيب كان بيلعب في أوروبا ورجع مثلا على مصر من أوروبا أو لعيب بيعمل يعني لعيب أصلا مثلا كان بيلعب في نادي جامد زي مودست مثلا يعني وممكن يكون هو طبعا جامد قوي قوي يعني بيلعب في بروسيا دورة منذ سنة اللي فاتت فطبعا أنت بتجيبه للأهل فهو نازل سلمة فممكن يبقى الدفع عنده مش أقوى حاجة ممكن يبقى برضو ستايل الكرة اللي احنا بنلعبها في مصر دي غير الكرة اللي هو كان بيلعبها لكن أنت الكرة اللي طبعت معك والكرة اللي اللعبة كانت بتلعبها وجات لعبت معك مشيت أمورها كان هي كرة سمار أفريقيا بالذات يعني علم معلول جاي من تونس لعب عندك أجاية جاي من صفاقسي أعتقد لعب عندك أزارو جاي لعب إيفونا جاي لعب فرجاني ساسوب بن شارئ جاي من الخليج آه بس يعني هم الطابع سمار أفريقيا ونجحوا فهي دي مدرسة لأثبتت نجاح فأنا ممكن مش هاجه أقول لك كلام سهل آه طبعا أنا ممكن حد يعني في الوقت يتفرج عليها يقول لي مثلا أنت فاكر الدنيا سهلة أو كده أنا مش بقول الدنيا سهلة بس بقوله ده الاتجاه اللي يستحق أن أنت تخش لو هتدفع أرقام كبيرة ممكن تضحف شوية فيه يعني لأنه هو اتجاه أثبت معاك نجاح قبل كده لكن الاتجاهات اللي الأهلي بيأخدها في حتة المواجبين سواء مثلا وولتر بواليا مثلا من جوا الدوري يعني أنت أمتى جبت المواجب من جوا الدوري ونجح يعني تتفهم أصدي مثلا جيب معرفش مثلا مودستان بقول من أوروبا أو كده الحاجات دي مش مضمون النجاح بتاعها يعني بمناسبة يعني آخر حاجة مثلا ريدا سليم هو ريدا سليم الراجل جي من المغرب ونجح مع الأهلي بنسبة مش وحش فأنا زي ما بيقولك اللي بيجي من الحتة دي بينجح فأوكي يعني لأنا لو ممكن أستيك بقى الحتة دي بتودي أن أنا أكمل فيها ودور فيها أكتر أدهان باشا وده برضو لعب في الأكاديمية عندي وبحبه جدا بسألني ريال مدريد ولا برشلونة أنا بشكل عامة مثلا بحب برشلونة بس أنا فعلا حقيقي يعني اللي عارفني كل ناس عارفة كويس أن أنا ما عنديش تعصب لأي نادي خالص لأن أنا بحب أستمتع بالفرق كلها يعني فعلا بحب أبقى مثلا لو بتفرغ على جيرونا بيلعب أتلتكو مدريد ما بحبش يبقى مسيطر علي أن مصلحة الفرقة اللي بشجعها أن ده يكسب دوت فبالتالي يبقى المتعة رايحالي في اتجاه واحد بس أنا بحب بقى إيه بستمتع بالفرقة كلها بس في الأساس أنا طبعا بحب برشلونة أكتر بحب ميسي جدا جدا يعني إسلام سيد بيقول لي جامد والله بس نص الناس اللي أنت جبتها قطعت في الكابتن حسام حسن عايزينك تجيب الكابتن حسام حسن يرد عليهم طيب بص حلو برضو أن أنت فتحت الموضوع ده أنا الكابتن حسام حسن أنا يعني مش عايز أقول برضو واحد يعني أنا أي حد مش أنا بس هو ده الليجند بتاع وهو ده نجم الطفولة بتاع وهو ده كل حاجة بس أنا واخد عهد على نفسي برضو أن أنا مش هتجيب ضيف وحجمه مش هيحصل يعني ده دي حاجة مش هتحصل أنا جيب ضيف وقول له مش عايزين نتكلم على فلونا مش عايزين نتكلم على علم هو يتكلم فلوه عايزه أنا ربني أعلم أن أنا ماذا أوجهش حد أبدا أقول له عايزين بقى النهاردة ندوسها على كذا مستحيل مستحيل بس هي الكلام بيجيب بعضه طبيعي كابتن حسام حسن تيجي سيرته كتير لأنه رجل من عواميد الكرة في مصر يعني لازم تيجي سيرته فأوكي في ناس بتجيب سيرته وأنها لها معا زكريات كويسة في ناس بالعكس ما فيش حاجة مقصودة لكن أنا بالنسبة لي كابتن حسام حسن من أكتر المدربين اللي أتعاملت معاهم وأنا وكيل لعبين ومن المدربين اللي ربنا يشهد أن هم كانوا من أنضف ناس في حتة ما فيش توجيه للصفقات ولا يتعامل مع وكيل معين ولا يوجه الدنيا لحتة معين عشان حاجة تحصل مش مظبوطة الرجل بالعكس بابه مفتوح للناس كلها وبالنسبة له أهم حاجة للعيب اللي هو عايزه بس ما يفرقش معا أي حاجة تانية وأنا تعاملت معاه في أكتر من 7-8 لعيبة كواكيل لعبين فطبعا بالعكس والله العظيم أنا بحبه جدا وزعلت جدا أن أنا وصلني أنه زعلان مثلا من بعض الحاجات أو كده بس والله ما فيش أي حاجة مقصودة أبدا أبدا وكابتن حسام حسن فوق راسي حقيقي طيب دي كانت أول حلقة من الأسئلة الأجوبة مستني رأيكم في التعليقات ضروري جدا أعرف رأيكم في الحلقة مهمة ولا لأ ونعملها كلها دقيق أنا مستني أعرف نعملها كلها دقيق دي أهم حاجة وإن شاء الله أشوفكم في حلقات جاية حلقة البودكاست اللي جاية خلاص استعدوا جاية قريب جدا وإن شاء الله أشوفكم في حلقات أخرى متنوعة مع السلامة